ما نحب دايما على الصحور نعمل حاجات تفتح النفس من المخبوزات المختلفة سواء في الطعم او في الشكل فالنهاردة هقول لكم على مخبوزات سهلة وبسيطة بمكونات بسيطة جدا جدا عندنا في البيت وهنعمل المخبوزات دي بشكل جميل وانيق زي ما انتوا شايفين كده وبطريقة سهلة جدا هتعرفوها بمنتهى السلاسة هتعملوها من اول مرة ونحط عليها بأسوس لذيذ جدا بس يلا بينا نقول على المأدير هنجيب كباية وهنوزي بها كل المأدير كباية ونصف من الحليب الدافي معلقتين كبار من السكر وهنقلبهم مع بعض وهنحط معلقة كبيرة من الخميرة الفورية هنقلبهم مع بعض وهنسيبهم كده يعني الخميرة تشتغل لمدة عشر دقايق بعد كده هنحط بقا دلوقتي بيضة متوسطة في الحن يعني مش شرط بيضة كبيرة هنحط دلوقتي ربع كباية او معلقتين من الزبدة المزابة وهنحط كمان ربع كباية من الزيت يعني خلطت الزبدة على الزيت وهنحط دلوقتي اربع كبايات من الدقيق هنحطهم كده بالتدريج وطبعا زي ما انتم عارفين انا بمنزلش بالدقيق مرة واحدة يعني بحط مثلا دلوقتي عندي في المكونات كلها اربع كبايات ونص هنحط الاربع كبايات وهنسيب النص على جمع اربع كبايات وكمان معلقتين كبار من النشا وربع معلقة من الملح مهم جدا لاحنا ننخل المكونات الجافة دي مع بعضها حتى لو احنا متأكدين من نظافة الدقيق بتاعنا لازم برضو ننخله مع بعض ده بيساعد على هشاشة العجنة بتاعتنا جدا بنخلط بقى كده بالمعلقة في الاول هقولكو تاني على مقدار الدقيق اربع كبايات ونص نزلنا باربع كبايات وهيتبقى نص للاخر كمان معلقتين كبار من النشا ما ننساهمش هنعجد بقى العجنة بتاعتنا وهننزل بالنص كباية اللي كنا شايلين على جنب كده بالتدريق وطبعا هكتب لكم كل المقادير تحت الفيديو اعمل حاجة تستعملوا كباية واحدة لكل المكونات او لكل المقادير العجنة اخدت مني الاربع كبايات ونص ومعلقتين النشا كاملين ممكن تاخد منكم اقل من كده في مقدار دقيق وطبعا كل دقيق بيختلف من نوع للتاني في امتصاصه اللي السوايد زي ما انتم عارفين بالنسبة دلوقتي للعجن انا عجنت العجنة دي اقل من خمس دقيق هي ما بتاخدش اي عجنة خالص وهتلاقوها كده نعمت معي كباية طريق قوي لمتها كده ودهنت البولة دهنت سمنة او زبدة وبعد كده حطيت العجنة بتاعتنا وغطيتها ببلاستيج زي هسيبها بقى في مكان تختمر ومكان يكون دافي يعني علشان بتاخدش اي وقت حوالي مثلا اربعين دقيقة في الجو الساعة او البرد والجو الحوري طبعا هتاخد منكم اقل من كده لحد ما ترتفع معي بالشكل ده هاخدها بقى المها كده على بعضها واحطها على سطح العمل اناعم بس الوش بتاعها انا ببعجنش بس انا عاوزيها تبقى نعمة خالص علشان لما اجتغر فيها هيبقى الشغل فيها هيبقى سهل وبسيط اخدتها كده بصو قومها طهري جدا جدا عاجينة كده جميلة قوي هاخدها بقى كده اقطعها اربعة زي ما هتشوفوا معي وكل ربع هقطعوا تاني يعني هتشوفوا دلوقتي معي هتطلع كم قطعة وهتشوفوا كمان التشكيل بمنتهى البساطة وبالتفصيل تشكيلها سهل جدا جدا وهنعمل كمان النهاردة صوص حلو جدا هيتحط عليها كده من فوق هتبقى شبه السينابون بس طبعا معاجينة مختلفة عن السينابون اقطعها كده لتمن قطع وكل قطعة من دول انا بقى هكوارها زي ما انتو شايفين كده وهو كل محضرة صنية جنبي علشان احط عليها كل الكرات دي وزن الكرة الوحدة حوالي خمسة واربعين جروم عايزين تعملوها اصغر من كده يعني تعملوها مثلا فطير صغيرة مغفوزات كده صغيرة تعملوا القطعة اقل من كده هنقطع بقى هنغطي بقى الصناية بتاعتنا دي التمن كور دول وهنسيبهم يرتاحوا حوالي كده مثلا عشرة لعشرين دقيقة مثلا اختمروا بقى معي لانكو تحطن في مكان دافي وبعد كده هيحط بقى اول كرة انا عملتها وهبدأ دلوقتي افردها وهتشوفوا معي بقى تشكيلها اخدت اول كرة بدأت اضغط عليها كده بايدي وبعد كده هنبدأ بقى نعمل الشكل البسيط جدا اللي انتو شفتوه في اول الفيديو هنفردها كده بانينا الشابة مستطيل السمك بتاعها ما بيكونش رفايع قوي ما بيكونش سميك زي ما انتو شايفين كده وهاخدها بقى اعملها دلوقتي مستطيلات يعني قطعتها كده بالقطعة مستطيلات بسكرابر ولاش سكينا طبعا لو انتو خايفين على سطح العمل بتاعكم وهنحط المستطيلات دي فوق بعض وحاولوا كده تحطوا المستطيلات فوق بعض بالظبط ويكون سمكها سمك واحد طب الاطراف دي رفايعة طب اعمل فيها ايه هنحاول كده نشدها من الجوانب ونخليها سمكها قد المستطيلات التانية هي طبعا عاجينا سالسة وهتمشي معاكو بمنتهى السهولة هنجيب بقى الطرف اللي فوق ده هنقفله بالشكل ده وهنلف بقى كده كل طرف على بعضه وفي الاخر هنقفل من تحت ونحطها بسطنية مدهونة دهنة زيت خفيفة وهامل معاكو واحدة تانية علشان تشوفوا بصوا الشكل بتاعها جميل بنقفل مني الطرفين ومنخلي القفلة من تحت علشان ما تفتحش مننا لان هي ايه لسه تختمر فطبعا هتتنفخ كده وهيزيد حجمها قفلنا من فوق كده لحد ما نلف الطرفين على بعض وطبعا حطينا المستطيلات على بعض وكل ما بتقطعه من نص بالزبط بتطلع الخطوط دي ممتازمة وبقى شكلها حلو جدا زي ما انتوا شايفين بصوا قفلنا الطرفين اللي فوق والطرفين اللي تحت قفلناهم القفلة دي قفلة كده منتظمة وهنحطها بقى في الصنية المدهونة وهسيبهم كمان يختمروا لمدة 40 دقيقة لحد بقى كده ما يتنفخوا خالص هنجيب بقى ربع كباية من الحليب ومعلقة كبيرة من الزيت وربع معلقة من الفانيليا وربع معلقة من القرفة هنقلب الخليط دي كده كده هوت مع بعضه وانتوا بقى مش متخيلين رحتوا عاملة ازاي خليط حلو جدا اما بالنسبة للخليط او الصوص اللي هتحط على الوش هو مكعبين من الجبنة عايزين تستعملوا جبنة كيري براحتكم جبنة نستن وهنحط دلوقتي ربع كباية من الحليب وهنحط القرفة ومعلقة كبيرة من الزبدة وكمال لو عايزين تضيفوا قشطة براحتكم وهنحط طبعا سكر بودرة نص كباية هنخفق الحاجات دي كده مع بعضها كويس وهنحطها على الفطير بتاعتنا بعد ما تخرج بالنسبة للتسوية هتاخد تسوية طبعا على دركة حرارة عالية 220 الرف الاوسط او الرف التاني من تحت وفي اخر 5 دقايق هنشغل الشوايا لو الفرن بتاعنا ما بيشتغلش مروحة وهتهد قد ايه في الفرن هتهد معانا حوالي مثلا 13 لحد 15 دقايق وبعد ما تخرج مش هنقطيها ولا حاجة لان احنا طبعا هنسقيها بالسوص بتاعنا السوص ده لو عايزينه خفيف بتتحكمه فيه بالنسبة للحليب دلوقتي انا هغير في طعمه فهخلي فيه صوصين يعني طعمين من فوق الفطير بتاعتي فاخدت نص السوص وحطيت عليه معلقة صغيرة جدا من الكاكاو الخام علشان بس يديها من فوق طعم كده فيه فانيليا وطعم فيه شكولاتة لو عايزين تعملوا فانيليا بس براحتكم بصوا بقى طعم الفطير بتاعتنا دي تغيير في طعم اي مغبوزات احنا كلناها طعمها حلوة قوي نقدر كمان نحفظها في الفريزة بس مش محطوط عليها الصوص يعني طلعوها بعد ما تبرد كده من الفرن هتحطوها في اكياس بلاستيك وتطلعوها قبل مثلا الصحور قبلها وقتك كتير عايزين تحطوها عليها الصوص تحطوه وقت التقديم كده او كمان ممكن تتحكموا في سماكة الصوص ده ان انتوا تقللوا في الحليب ان شاء الله بإذن الله لما تجربوها هتعجبكم وما تنسوش اللايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد